ترجمة نانسي قنقر خلال المؤتمر الآلية الجديدة لتنفيذ عمل البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية ونوها الخياط بأن الهيئة عقدت مجموعة من الورش للمكاتب الاستشارية والمطورين العقريين والمعنيين بالقطاع للتعريف بالآلية الجديدة والأخذ بتوصياتهم ومرئياتهم وقد راعت الهيئة عند وضع الآلية المقترحة تبسيط إجراءاتها ووضع خيارات متعددة أمام مالك العقار دور هيئة التخطيط والتطوير العمراني في تنفيذ هذا المشروع طبعا انتهت الحيئة من دراسة جميع المطلبات اللازمة لوضع الآلية المقترحة وتم أيضا عقد مجموعة من الورش للمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين والمعنيين بالقطاع للتعريف بالآلية الجديدة والأخذ بتوصياتهم ومرئياتهم طبعا أود أيضا التنويه أن الهيئة رح تنظم مجموعة من ورش العمل لجميع الفئات المستهدفة من القرار للتعريف بالآلية الجديدة وأيضا بالدليل الإجرائي لتنفيذ هذه الأعمال في مخططات التقاسيم الرئيسية طبعا فيما يتعلق بالآلية الجديدة رح نسلط الضاع عليها طبعا الآلية رح تساهم في تلبية تطلعات المستفيدين بما يعزز الإسراع في تنفيذ أعمال التعمير والتطوير العقاري وأيضا رح يتم توفير بنية تحتية متقاملة مثل ما أسلافت تخدم مخططات التقاسيم بما يحقق أكيد عوائد مجزية للمطورين من جهة ويقلص أيضا فترة الانتظار المستفيدين من جهة أخرى طبعا أنا أبارك هذه الخطوة وأبارك هذه الآلية اليوم التي تم طرحها وأكد أن هي كانت مطلب في مجلس النواب أن يتم اعتماد مخططات وجهوزية البنية التحتية موجودة فيها فاليوم التي تم إطلاقها المبادرة هي مثل ما تقول تتماشى مع المطلب الذي تم طلبها أن يكون كل مخططات التي تم اعتمادها تكون البنية التحتية تكون جاهزة معها فاليوم إذا يعطي الخيار أن صاحب المخطط أن هو يقدر بالتواصل مع الأجهزة المعتمدة أن يوفر ويا المخطط هذه البنية التحتية هذه راح تكون بشكل إيجابي للمواطن نفسه لأن أي مواطن اليوم يطمح أن يشتري إلى أرض ويبني إلى بيت العمر يطمح أن جميع الخدمات تكون متوفرة له وجميع الطرق تكون مسفلتها وجاهزة أنه يستخدم بيتها وجود البنية التحتية الملائمة وبالتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص يضيف على جودة الحياة فهذه فرصة مناسبة لأي واحد يملك أرض أن يتأكد أن البنية التحتية تكون الجدول الزمني معتمد وهو عارفة ما تبتجهز بنية التحتية يستلم أرضها يقدر يبني بيتها من ثاني يوم يعني كل هذه الأشياء تصبح في المصلحة العامة لجودة الحياة والأفضل لتقديم خدمات مناسبة في كل مخطط